السوداني قد اجرى اتصالاً هاتفياً برئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني لبحث أوضاع وأحداث كاركوك السوداني أكد للرئيس بارزاني تكثيف العمل المتكامل من أجل تفويت الفرصة على كل من يعبث بأمن مدينة كاركوك واستقرارها وعلى بسط القانون من قبل القوات الأمنية من أجل استدامة السلم الأهلي والحياة الطبيعية لأهل المحافظة هذا ووجه السوداني الجهات المتخصصة بإجراء التحقيق لمعرفة من تسبب بوفة أحد المواطنين وإصابة آخرين